بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب حبيباتي الغاليات بزاف ديال البناج وحتى أنا منكم والمغرب تقريبا كامل شافوا لاحظ هاد غلاء الأسعار كل شي ارتافع مرة وحدة وكل شي ولا غالي والرواتب هي هي الدخل ديالنا هو هو ما تغير ولكن الأسعار طلعت بزاف يجينا نفكروا هاد الأسعار شنو اللي خلاها طلع بهاد بهاد الطريقة هادي بهاد الواتيرة هادي بهاد يعني محش ماناش جاي وطلع هاد الأسعار هو واحد العامل كيتحكم في الأسعار في البلد كله في أي بلد وهو المحروقات هذا البترول البنزين المعزود الليسانس هاد هاد الأشياء هادي هيباتي الغاليات من اللي كيكون الليسانس والمازوط غالي في أي بلد كل شي الأسعار عطال لماذا؟ لأنه هو يتحكم في كل شي شركة كتخدم كتخدم بالمازوط كتخدم بالكهرباء كتخدم بالليسانس والموزعين ديالها الشحن الكاميونات السيارات هاديك الأشياء كلها كتمشي بالبنزين أو يعني بالبنزين هادك البنزين اللي كان غالي كتخدم به الشركة كيخدموا به هادوك الموزعين كيخدموا به كيجيبوا به هما السلعة الخام يعني غالي عليهم كتطلع كتطلع الثمن هناك يضطروا هما يطلعوا الثمن يعني اللي كيتحكم في البنزين أو في البترول سواء من خارج المغرب إلا طلع السوق ديال البنزين وغلق في العالم كامل أو في داخل المغرب إلا كان الأسواق دياله طالع الثمن ديالها طالع را كل شيء غالي يطلع وكل ما بقى طالع غالي يوطلع فانتوني يعني لو مثلا نقوله مثلا لو المغرب كامل نقص جوج درام في واحد لتر ديال البنزين أو ثلاثة درام را كل شيء غالي يرخص الفواكه غالي ترخص لأنه هذك المطور كيطلعوا به الماء يسقوا به كيخدم بالهذا واخا يعني نقوله مثلا هذا ولكن الشاحنات اللي كتجيب العمال للمزرعة للفيرمة أو كتدي المواد اللي نتجتها هذك الفيرمة أو هذك المزرعة للأسواق كلها كتمشي بالبنزين إلى أغلى البنزين هذك من السيارة هذك من الكاميو مثلا هذك من المزرعة أو الدمان قدرش موصل لك هذك سلاب هذك سلاب هذك سلاب هذك سلاب هذك سلاب هذك سلاب هذك المزاري عنده مثلا بطاطة كان غيبيها بستدريال كيلو 30 سنتيم 30 سنتيم هذك 30 سنتيم سيقول لا سيبيحب 10 دريال كيلو إلا أنا سيزيد الفيرسوش وصلها للسوق يعني أنا سيضع أنني ما نضع هذك هذك السمصار اللي كيشد هذك السوق ما كتمشيش بطاطة من المزارع مثلا أي حاجة ما كتمشيش من المزارع أو من المنتج مباشرة للشراء هذك اللي غيشتريها لا را كتدوز وكتجي عند السماصرة الشدين في هذك شدين السوق يعني شدين السوق هكذا هر السوق وولي بحل زي بحل مافيات ويتقول لكم زي المافيات بحل بنتكلم المصري بحل مافيات يعني شدينو مثلا واحد شد السوق دي بطاطة مطيشا واحد مطيشا بطاطة وخيزوا مثلا واحد الحوت واحد وهكذا كيشدو كيشروه رخيص وكيعودوا يبيعوه للهادوك اللي غي يبيعوه مثلا قولوا بطاطة كميونة بطاطة طلعوا من 8 8 لول جول الأسواق تباعوا فيه كيليمش المراش كيليمش بقفأ قدير كينهبط الجنوب هذك اللي غي هبط بطاطة مثلا للجنوب بشاحنة غادي طلب مثلا القلميم أو تيزنيد غايت لبوح تامن بشيوصلها ولكن طانطان لعيون الداخلة غايت لبوح تامن أكتر بشيوصلها لها هناك يخلي هذا كيطلع لأسعار فواكه الزيوت كل حاجة هنا البترول هو اللي كيتحكم في هذه الأشياء يعني صاحب هذه الشركة أو صاحب هذه المزرعة منجاش من راسو قل بلات ينطلع الأسعار اللي كيطلع لأسعار ديال المواد كاملة هما المحروقات هو البترول هو البنزين هو الليسانس الجازوال يعني إلى شركة الجازوال نقصت ركل شي غدير خص ولكن خص المش هذا هنا كأفراد نكونوا أذكية كنعرفوا مثلا الثامن ديال البنزين شحل كيدين إلا نقص البنزين والسلع بقت هي غصنا نقاطعوها باش ماشي يبقوهما مستمرين في ذك الثامن مثلا نقصت البحروقات خصنا وبقت هذه السلع نقصة ما نشريهاش باش هما تضيع لهم وصاف غد ينقصوها فهذا ما نديرو المهم حبيبيتي هنا باش نمشو هاد الموجة الغلاء اللي كانت عارفين البنزين في بلادنا غالي مع انه في بلدان اخرى كيتباع الخيص ولكن بلادنا غالي وهذا هو سبب الغلاء عندنا في الاشياء كان مفتحين في كل الحاجة اه اش غادي نقول مثلا اي واحد الدخل دياله يالله كان كيف فيه ويمشي منه الاقصات ويمشي منه غادي نغير الليستات ديالنا او المشتريات ديالنا نمشو نراجعوها مرة اخرى بحال مثلا انا كان اخرج للسوق كان جيب خمسة ستة انواع ديال الخضار هنا نغير نجيب ثلاثة ديال انواع الضرورية ونزيد ها جوج خضار اخر تتولي بلاس سبعات الخضار نجيب خمسة الخضار الاساسية الضرورية الصافية يعني مش ننوع نشوف اي خضار ونشرها لانه هنا ما بقاش عندنا لانه كل شغلة لانه دكشل غادي نحيد من الخضار غادي نزيد في الدقيق غادي 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 اشياء ضرورية للي بيت يعني ما كايين بيت مغربي ما كايشري غادي غادي الزيت والطحين واللي ما كايشريهم راه كايستهلكهم يعني كايوكل مواد مصابة من الطحين مثلا الخبز الحلويات كايشريها المخبوزات كايشريها لهذا غادي نراجعوا لسا دينا نقصوا من انواع الخضر نقصوا من انواع الفواكه هنا نكتفوا بنوعين من الفواكه الليمون وحاجة اخرى مع هاد المرة والأسبوع الجاي الليمون وحاجة اخرى لانه بصراحة غالي كل شي وانا مشيت للسوق ولقيت كل شي غالي وهو كل شي غالي بين ولكن كل شي غلا 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 النار شعل والرواتب متحركت مبلاستها هنا فاش غادي نجي نغير لليس ديالي ديال المشترا يدير ونقص فيها حاجات ونجي الخضر نقص فيها حاجات نجي كل واحد مرة في الأسبوع مرة الدجاج مرة الحوت مرة اللحم لا سنستطيع نقص مثلا جاي شخطرات لا لانه كل شي غلا وخاء مثلا تقول للي اللوحور بقيت هي هي هذه اللوحوم اللوحوم ستنقص منهم ستزيد الصقر ودقيق لكي لا تتطري تهزيم الفلوس التي تقتغز هنا نريح نقص شرع خاصة خاصة لولادها بقي صغر شوفوا يا البنات حبيباتي الغاليات أولادي الغاليين تستغلوا فرصة وليداتكم بقي صغر إلا كبروا متطلباتهم رأي أكثر 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 من ذلك التي تصرف عليهم وهم صغر بشي 30 40 مرة إلا كنت تصرف على أولادك 1000 درهم للشهر وهم صغير وراء تصرف عليهم 2000 3000 درهم للشهر إلا كبروا حيباتي الغاليات هنا قلنا غدي نقصوا أنواع الخضر غدي نجيبوا الأساسيات نوعوا شوية بطاطا وماطيشة البصلة هذا أي بيت يحتاجهم ياك غدي نزيدوهم جلبانة أو لوبيا أو حاجة خضراء غدي نجيو نهزو الخص ماطيشة غدي نهزو الخص خيار لنقصوا خضراء لأنه ضروري أنه أكله أخضر الطعام نزيدو هذا اللفت خيزو الخيزو وخيزو القرعة مع ماطيشة البصلة ونكتفو بالقياس نحسب مثلا شحال عندي مثلا في الأسبوع ديال الخيزو اللي غدي ندير في المرقة شحال اللي غدي ندير في الكسكسو ونهز هذو 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 القطاطعات اللي أنا غدي نستعمل والقياس لأنه مر من نص لأنه لا يشيط لي في الكسكسو في البلول الكسكسو لا يشيط لي في المرقة وتلتاح نحتافظ دائما كنت نقولها لكم وهنا نقولها هنا نحتافظ بمقاسات الطعام يعني هنا بما أنه كل شي غلاء وكل شي غالي وأنا بغيت ذك شي اللي كان داخر أو ذك اللي بمقاسات أو قياسات الطعام لتكفي الأسرة فقط يعني خاص نحاول ما نرمي مثلا نشاط الكسكسو ندير شي حاجة أخرى معاه ونحطوه نتعشو به ما نرمي وما نخلي في تلاجة يومين ونرمي لأن الحاجة اللي بقيت في تلاجة يومين رقم غير 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 يترموها الحاجة اللي بقيت مثلا الكسكسو حاجة 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 ونرمي حاجة كسكسو ونرمي كيس بلاستيك ونرمي كيس بلاستيك ونرمي حاجة ونرمي الكسكسو في التفوير الأخير ونقص القياس اللي درتي يجيك يعني مثلا درتي كل واحد عبرت ودرت لقياس ديالو ولكن فاشطا بشاط لهم الكسكسو المجمد يعني سنقص جوج حصة اللي أصلا في المجمد اللهم يوكل ويقول الحمدو الله في العشية يوكل وما يشيط مترمي في الأزبل نعمة الله ما نرموها في الأزبل إلا بقينا على هذا الحال هذا وبقينا على هذا الغلا هذا رنا غدا غد يكونوا كوارث أصلا كان فئات من البشر ما عندها بشتري حتى تبطة طولة ماطيشة كان فئات من البشر ما عندها بشتري غالي الخبز والزيت ونحنا عارفين هاد شي ونحنا مبغيناش نوصل له هاد المواصيل مثلا اللي يشاري دار وعنده أقصات ديال الدار أو أقصد ديال السيارة أو كي يبني أو هذا يوقف البناء أو يوقفوا التريتات ديال الدار أو يوقفوا التريتات ديال السيارة أو هذا وفي الأخير يتراكم عليه الديون ويجدر له السيزي لا على سبيت كرشو لا هنا غادي نبدو أول حاجة من الكرش نبدو الخضار للحام للجاج نقصوه نجو للفواكيه نجيب واحد الصنف للفواكيه لما كلينا ثلاثة أربعة الأصناف ره ماشي ضروري يعني ماشي ننتعلم ωنا أسواق الشعبيه الأسواق الشعبيه فواهي عشيه قساف الشرغرة armed ماتيشه الطايبه غسليه وطحنيه وطحنيه لوبياء 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 sulfياء ref shop كل شيء الملف نجيب شرام غسليها نقيها وطحنيه اضعها في مجمين و قريعات و الزيت في التلاجه اضعها في أكيس و خرجها و اضعها في الساعة و تحنيها مزيلا و هنتيها بطريقة سميتو نجول الغاز انا بريت نضيع الماء طيب لا تيت نضيع القياس لنضيع الغاز ولماء ايضا نضيع الغاز ولماء نضيع القهوة في القياس في القياس في القياس ينضيع ماء نعلم وولادي يشرب العاصر سواء عند الناس او في ديورنا هذا مكنه بدغ واسلوب غير راقي لانسان تحصل على المغاربة او نصف الكاز العاصر او نصف الكاز اللبن او نصف الكاز اللبن قولهم نقصوه لي ومدير فيه شنان فكو تخليه لي انا ما بغيتش تكمل هاداك العاصر قول لا لا صافي وإذا قالك شي واحد ما تخوي ليه بزاف ما تخويه بزاف تعلموا قالك بارك باركا وصافي باركا سوى من اتاي من القهوة من اي حاجة لانه هواء ادرب مع التوشنو غي يشرب ماشي يقولي انا باركهم قالوا لا لا شرب زيد زيد لا هاداكرا هي ماشي حضارية وحدي يقولك باركا لانه هو عرق قياسو اللهم يشرب ذلك شو ويعرض عليه ربما عجبو عرض عليه مرة تانية زيده زيده كما نجو نشربوا واحد الجغمة او جغمتين من كاز ديال او رشفة او او المهم نشربوا انا كنقول الجغمة من كاز العاصر من كاز الحليب من كاز اللبن من كاز الدين كاز القهوة ونخلو نصرها ما شي زي ماكين راها انتا كلاس بريستيج شي حاجة بالعكس هاداكرا كتوري على ان انتايا انسان غير حضاري الحضاري هو اعطوه الناس كاز العاصر كي يكملوا اعطوه الناس غلاس كي يكملها اعطوه الناس بغي يفرقوا مثلا شي حالوه يشد قياسو زادوه في تبصري وكي يقولوا لا يهزو ويرجعو بغي يعطوه قطعة كبيرة من الله اعطوه قطعة صغيرة انا معطي ما كتتحمل وغات غير هذا المرسو الصغير يقول لك الليلة قليوا ملا قالوا لك الليلة اشد الموس وقطعه ومص ورده هذه الحضار اعطوه كاز العاصر وانتا خليتهم يعمروا لك الكاز العاصر شرب كاز العاصر كمبلو هذا هو الانسان الحضاري الانسان الاتيكات اما كي تخلي 75% او 50% هذه الكاز كما تراها شبعان كما تراها كلاس كما تراها هاديره شي حاجه واحد ظاهره عندنا ما نقول لكم ميوعه ظاهره يعني ماشي حضاري والكترية المشكله وتلقاهم وكي يخلي لك الكاز عامر وكي يخلي لك الكاز عامر وكي تغسين المماء لا تقدر يترجعه لا تقدر يتربه كي تزيك اخوي نعيم الله كي تمشي هاكك حليب عاصر الطمر يعض منها بشنان فو يحطها لك الحلوه يعض منها ويحطها لك لا تغطي وكل منها شو يخليها فاش كتكون مكارونية يخليك يشوفك تحطي الواحد الكمية وفاش كي يجلسي وكل كي يضحط فيها الملعقة ويدخلها فمو ويحط الملعقة ويخلي لك نصف تبصيل بغيت نوكل كنشد القياس هذه هي الناس اللي سبقتكم بتقسيم الاكل مثلا ويجلسوا يوكلوا وقدام الناس وفي حفلات وفي مهرجانات ليش تشي حاجة كيكملها ليش تشي حاجة سواء كان بفي سواء كان كيمشي هزر راسو سواء جابولو حطولوك يقولهم لا بارقة حطولي هاد شي دارو اكتر كيمشي كيمشي او شي حاجة ويعزل في ذاك شي اللي ما بغى هديا نعرف عن الحضارة وهديا نعرف عن الانسان المتخلق الانسان المسلم الانسان المتحضر الانسان يعني ما تبقىش تخلوه لهذا في بيتك ملي طيب الطعام حط طيب غوليداتك مثلا القهوة والحليب احنا معانو الاطفال ما كيشربوش اتاي والقهوة حتى يوصوديك 12-13-14 سنة وما زال نورمال 12 ما كيشربوهاش في الدول المتقدمة لانها هي من المنبهات وما كتخليش الخلايا للعقل يعني تنمو لهذا حبيباتي فاش تبغى تخلوه ليداتك عاصير او حليب او شي حاجة اخويلهم القياس يكملوه وزيدية مادوك ليداتك في الدرد معرفتي وخاك امال في شرب الكاس كامل ربما اليوم ما بغى نديرو نص كاس تكملو او 4 كاس تكملو نفس الشي الحليب كان سيدات كتشوفها كتعمر لولدها البيبي الرضاعة بالحليب كتشرب نوع شوي كتشفوه نوع شوي في النهار كانو مناوة كتتخوي ربا عني ترود الحليب كتشتري الحليب تقولك انا كيجي نحلي بغالي نقسم النص و نقسمه الثاني حتى المرة الجاية نخرجه و نضعه الشرمولة و نضعه و نضعها لكي تلكلوبيا و نضيعه مرتين و نضعه مرة واحدة و نتصبره في القناة و نضعه كل شيء سوف يوصلون بهذا الغلاء و بهذا الغلاء المحروقات من اللي نشوف هاد الناس شنو ديرو وش هما بقاو في الغلاء او هذا سنراجع البنود اللي قلقيت راسي يعني خصني الفلوس خصني ديال التقضية خصني ديال هذا هنا نرشع البنود هذو كل عندي نشوف مثلا شحل المصاريف ديال هات الشهر تسعود شحل انا صرفت في الاكل واش ناقص على الشهر اللي فات واش نفس الثمن على شعر اللي فات لأنه هنا المواد غالية وشهر اللي فات رخيصة وهذا الشهر نقص على المواد لاتتجيني مساوية مع الشهر اللي فات إذا كانت باقي جاتني غالية وطالعة خاصني نراجع والتاني الخضار وراجع اللحوم نراجع نطواجين بالألحام ونضير اثنين فهو صغيرا إذا كانت مرة في الشهر مشكلة كينس الشهور ما تأكلوا والله العظيم ما مات والله العظيم ما مات وكين شهور ما كيكلوا الدجاج والله العظيم ما ماتوا يعني مشي راه للحمه ولا غيشتنا على قيد الحياة او الدجاج وغيشتنا على قيد الحياة او القطبان او هذا لهذا نراجع هذه البنود كاملا نشوف فين كين تضيع لكننا مرتس بين الامور دينا نشوفه نجو نقلبه على الاسواق مثلا انا كمشي الاسواق الشعبية كمشي عند واحد الهرو الهري كي بيع لي رخيص يعني كي بيع شوية بالمواد وخغلات وذلك الشي هو نقص شوية في الاتمينة كنت قد عنده نقلب على اسواق اخرى العوض نقال ساشة البرطابل وهذا مشي نقلب على اسواق لنا وليدة تمشو المدرسة وهذا البجلابتين مشي نقلب على الاسواق نسوي على الاتمينة نشد المذكرة ديالي ونسجل او غير في البرطابلي ونسجل حنا شحال كيدر الزيت هنا شحال كيدر الملحة هنا شحال كيدر هذا ونجيب الاقتصاد البنات اللي كانوا دائرين بيت الخزين راه الحمد لله نافعنا وخغلات الاسعار مضروري ان تقديمهم بعد ولكن الحمد لله هذه الايام بقي عنا اشياء شرينها بالرقص في واحد المدة حاولوا تشرووا من الهريات الكبار الذي يدفعوا الهريات ديختك خالتك منتعمك جارتك هذا جمعي 3-4-16 العيالات وصيروا كأنكم عندكم محل تجاري واجهوا قسموا شريطوا السكر قسموا شريطوا قسموا شريطوا زيت قسموا كيبيع لكم بعض نسبة رخيصة علاش لي انو انتو ما بزاف قديدو كمية كبيرة وفي نفس الوقت كيبيع لكم بالتمال غيبيع هو الحانوت او الهريات المتوسطة اللي غادي تبيع الناس و تبيع اللحوانت فهمتون شو عند الهريات الكبار اللي كيجيبو سلعب بكمية كبيرة الطحين البنات اللي في المغرب إذا كتعرفوا شي واحد في الجنوب في العيون في الداخلة في السمارة بوجدر وصوه يجيب لكم الطحين كيكون رخيص وصوه يجيب لكم نيدو كيكون رخيص وصوه يجيب لكم السكر كيكون رخيص الزيت تعافي شي واحدة تمدر سلوك مع الكار دك شوي اللي غا تعطيه في الكار ناقص على الأتمينة الزيدة اللي جبتي كمية كبيرة هذا هي النصيح اللي نقدر نعطيكم في هذا المجال هذا والله يفرج علينا وعليكم كاملين يا رب العالمين حيدوا الراجعي مثلا وليداتك غادش الكضوات وذلك شي نقصي منهم هاد الفترة هذي نقصي من الألعاب الوليدات نقصي من الفشوش الوليدات نقصي من الأكل بالراسة وبأكلك كامل في الدار يعني الضرورة هنا كتحكم ضرورة كتحكم لأنه مثلا أنا نقوله مثلا واحد المرة اسميتها فاطمة هذيك فاطمة كتشتليها ألف درهم هذيك ألف درهم ديرها منها قرعة كتخلص منها نقوله 300 درهم واحد الكريدي كل شهر والباقي كتديرو في الإدخار الكبير والمتوسط الكبير ديال بغت تبنيه بغت تشريه بغت تقريلوليدات والمتوسط ديالي لجتها شي حاجة على غفلة هادا مرض شي واحد خاصها الدواء خاصها ملابس ما كفاوهاش الفلوس اي حاجة او خسرت لها شي حاجة في الدارة هادا ألف درهم هي اللي بغيناها تسبق لها ذاك شي علاش خاصنا ما بغيناش حنا ندخلو في هاداك الاقتصاد اللي كنا نديروه غادي نصدقوه مدرناوالو يعني قاعد شطار ديالناو هاد شي مدرناوالو ولكن احنا غادي نحاولوا نكونوا أشطر منهم وغادي نحاولوا نغيروا البنود ديالناو الحاجة اللي اشتغلية ما نشدهاش نخليها مرة أخرى نقصوا من السهلاك ديال الكهرباء شاعل هنا 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 جيبوا اللمبات ليد باردين ورخاص نقصي من القاز يبقى غير شاعل هكاك الممتلا طيب او شي حاجة قطيب داس طياب ديالها وقتاص ضوف هاد الاشياء باش حنا نخرجوا من هاد الشي بسالة باش نخرجوا بسالة واني بكم ارين حبكم كاملين ولا يفرج علينا وعليكم جميعا